وخلال الاجتماع الأسبوعي استعرضت وزيرة الصحة وسكان هالة زايد المستجدات الخاصة بفيروس كورونا محليا وعالميا وكذلك أخر مستجدات انتقال متغير دلتا مقابل الأمراض المعضية الأخرى وتقرير منظمة الصحة العالمية بشأن الفيروس وأيضا مستهدفات التلقيه دوليا كما تطرقت وزيرة الصحة إلى الموقف الحالي لتوريد لقاحات أسترازينيكا وسينوفاك وسينوفارم وأسبارتنيك وجونسون جونسون لافتة إلى أنه من المقرر وصول جرعات إضافية من لقاحات أسترازينيكا وسينوفاك وفايزر خلال الشهر الجاري